طب هنروح لسكواش جوا النادي الاهلي يعني انتم عارفين ان كان عندنا اتنين لعيبة بلعبوا في بطولة بلاك بول للرجال كان مصطفى عسل وكان معا يوسف سليمان الاتنين لعبة النادي الاهلي شاركوا في البطولة مصطفى عسل يصعد لنصف نهائي بطولة بلاك بول الدولية لسكواش بعد طبعا مفاز في دورة 16 على زميله يوسف سليمان بنتيجة 3-2 وكسف في دورة 8 زميله في منتخب مصر ونادي ودي دجلة ولعب النادي الاهلي السابق كريم عبد الجواد بنتيجة 3-0 وهيلعب فيه قبل النهائي مع علي فرج طبعا البطولة دي مجموعة جواهزها 110 ألف دولار وكان نفس المبلغ للسيدات أيضا بس أنا عايزة توقف عند نتيجة هنا يمكن يوسف سليمان مع مصطفى عسل نتيجة 3-2 ده يعني لو شفنا ماتشاط مصطفى عسل 3-0 كلها ده يعني دل فبيدل على ان يوسف سليمان جاي يوسف سليمان احد اللاعبين الجايدين اللي مسن برضو صغير جاي يعني طبعا ما هو وصل مع مصطفى عسل نتيجة دي اتصور لو ما كانش وقع مع مصطفى عسل في دور الستاشر كان ممكن يوصل دور الثمانية او دور الاربعة ده رأي يعني كويس يا يوسف ربنا وفاك ومصطفى عسل برضو كويس برافو عليك ان شاء الله تتوق بهذه البطولة ونشوفك بقى بدأت الوقت السادس عالميا يمكن بعد البطولة زي دي لما توصل للفاينال بيزن او تاخد البطولة اكيد ممكن تخليك تقفز مركز او مركزين في الترتيب العالمي وليت قلت دايما ان الترتيب ما بيشغلنيش اللي بيشغلك هو دلوقتي مستوىك الفني الترتيب هيجي بعد كده وده كان تفكير سليم من لعب كبير يعني ولد كبيرا زي مصطفى عسل